مساء الخير فيديو النهاردة هنعمل في مخلل اللمون والفلفل بطريقة سهلة جدا ولوني يبقى أصفر كده ومستوي واللمون ده سريع جدا يعني بيتاكل بعد أربعة أيام وبيقعد كمان فترة طويلة لو حابين تخلوه معايا هنا لمون ده كيلو أنا هعمل النهاردة كيلو بس مش هعمل كتير ده كيلو لمون اللمون ده أنا مش هفتحه مش هعمل له أي حاجة هاخد اللمون كده بس وهحطه في حلة فيها مية أم حاجة المية تكون مغطية اللمون يعني أنا هسلقه في المية دي هروح أرفعه على النار وهياخد على النار عشر دقايق من بعد الغليان يعني بعد ما يغلي على النار هعد كده عشر دقايق وهطفي عليه النار وخلاص معايا هنا مية حوالي خمس كبايات مية حطيت فيهم ربع كباية خل وربع كباية ملح يعني حوالي أربع معالق كبار ملح كده ومعلقتين كبار شطة الشطة الحمرة دي هي اللي هتديره اللون الأحمر الحلو وكمان بيبقى متديره طعم حلو برضو يعني المية دي حوالي خمس كبايات مية حطيت فيهم ربع كباية خل وربع كباية ملح ومعلقتين شطة حمرة معايا هنا اللمون اللمون ده أنا هعصره بس مش هيتعصر دلوقتي بعد ما خرج اللمون من النار كده عمنا على النار وحطه في مية بردة علشان اللمون لو قعد عصير اللمون لو قعد هيمرر فأنا بسيبه للآخر خالص ده اللمون بعد ما قعد عشر دقايق على النار وخركته بيتفتح كده الواحد أهو من غير ما أنا فتحه ولا أي حاجة ومعايا هنا برضو فلفل ده برضو بتديره طعم حلو لو حابين تعملوه لو حابين تحطوا فلفل يعني معا هجيب هنا البرتمرات اللي أنا هحط فيها هحط كده الفلفل وهحط كده اللمون برضو هعبل أول الفلفل واللمون مش هحط المية الأول يعني هملاها كده وهحط من فوق كده أرنين شطة كده من فوق على الوش علشان اللمون ما يسودش وما يبقاش لون وغامن بس كده نملغرها كل ما كان اللمون آآ أصلاً لونه أصفر هيا بقى أحلى في المرحلة دي أنا دلوقتي هعصر اللمون دلوقتي اهو ما عصرتوش في الأول علشان زي ما قلتلكو اللمون ما يمررش هعصر اللمون بعد ما عبيت البرتمنات كده يعني بعد ما مليت اللمون في البرتمنات اللي أنا هخلل فيها هعصر اللمون وهضيفه على الميا والخل والمالح اللي أنا عملتهم الخليط اللي أنا عملتوا ده من شوية معاكم هقلبهم كده كويس مع بعض وهاخد كده واملأ الميا دي في البرطمنات كده بعد ما مليتها باللمون والفلفل بعد ما مليتهم خالص هضيف بقى حوالي معلقة كبيرة زيت كده على الوش كده من فوق في كل برطمان قبل ما أقفلها بعد كده هقفل البرطمنات دي وهفتح عليها بعد أربعة أيام هوريكوا شكلها عامل إزاي يعني أنا بعد أربعة أيام هشوف اللمون المخل اللي أنا عملته ده وهوريكوا شكله ده شكل اللمون أهو بعد ما عد عليه أربعة أيام زي ما قلتلكوا أو خمس أيام طبعا الفلفل ده كل ما يقعد هستوي أكتر يعني لكن اللمون مستوي جدا طبعا لأنه مسلوق لكن الفلفل إحنا مش سلقينه هوريكوا شكل اللمون عامل إزاي اللمون ده يتكل بعد أربعة أيام لكن لو حابين تخلوه في التلاجة بعد ما نفتح البرطمان بالشكل ده ممكن تخلوه البرطمان بتاعه في التلاجة ممكن يقعد شهرين مثلا تاني مفيش مشكلة مش هجراله أي حاجة برضو ده بالعكس يبقى طعمه أحلى ومش هيدوب مش هجراله حاجة ده شكله من جوه اهو مستوي جدا وشطة من ديال وضعم حلو قوي ومشل فلفل اللي هنحطه ده ترى 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 شكرا